طيب جيمي النهاردة الأهلي والجونة أو الجونة والأهلي بما أن الجونة كانت المستضيف كانت مباراة فيها مواصلة للأداء المتراجع للنادي الأهلي وواصلت كثير من الانتقادات والزعل والتحفظات على مستوى النادي الأهلي هناك رأي آخر يقول الأهلي مش في أزمة نتعملش مع الأهلي أنه هو في كارسة لو رأيه بصراحة يعني أنت معاني رأيش الأهلي في أزمة أصلا مش في كارسة الأهلي في أزمة أصلا أزمة حاجة وكارسة حاجة ماشي الأهلي في أزمة مش في كارسة وخلينا نقول للوضع زي ما هو حتى لو الناس هتزعل شوي أنا 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 هلازم أعود تماما يمسك جي تمسك نفسي معي فتش والله العظيم ومحمد أشاء خاطرة أزمة إيه أيوة من خمس مباريات أيوة بتخسن نقطتين من تعادل فين يعني أنا عايزة أمسك الأزمة عارف أنت اللو أنا أقول أهلي متواجع في المستوى تصدر الدول سنعايز أمسك الأزمة ومتصدر الدول كمان بالمنازمة حانسين هو لديه النهاردة بعد التعادل هو متصدر الدول فين الأزمة؟ فضل بقى رقم واحد إيه اللي ستندر بتاع النادي الأهلي؟ طوال تاريخه الأهلي يقارن بنفسه ترقم واحد جوه النادي الأهلي عارفين كده مارسل كولر عارف كده خالب بيبو عارف كده لعبت النادي الأهلي عارفها كده جمهور النادي الأهلي ده اللي بيزعاله إنه هو أنت بقارن الأهلي بنفسه فتعالى نقارن الأهلي بنفسه رقم واحد الأهلي يستقبل في كل المباريات الماضية باستثناء مبارات سندونز في القاهرة رقم واحد رقم اثنين الأهلي باستثناء هدف اليوم اللي بالركل الجزاء في الوقت بدلت ضياع في الشوت الأول بيستقبل أهدف في الشوت الثاني فواضح تماماً غياب تركيز غياب عامل ذهني غياب عامل بدني في الشوت الثاني رقم أربعة تغييرات وتركيبات داخل المنعة تغيير مبررة في المباراة الأخيرة فقط ما بين قوسين فقط من مارسيل كولر رقم خمسة ما تجي تكلمني على النادي الأهلي النادي الأهلي يفوز على الإسماعيلي بالكاد في مباراتهم في الدورية بيستثناء مباراة المصر اللي انتهى بفوز عريض واستغل النادي الأهلي حالة الترد في وقت من الأوقات ويحسب للمدير الفن ويحسب لللاعبين كل المباراة صعبة مباراة المقاولون صعبة مباراة الفوز فيها صعب مباراة سراميكا الفوز فيها صعب النهاردة بتتعادل أمام الجونة وبالمناسبة لشان برضو ما بين قوسين رضاية إن لازم ما تظلمشي لا اللعيبة ولا الجين ملعب الجونة ملعب ريخم وصعب وملعب مزعج جدا للنادي الأهلي طب ما دليلك في المباراة الستة الأخيرة خمس تعادلات للجونة مع النادي الأهلي وفوز وحيد فيه فين؟ في خالب بشارة وثالث مباراة تواليا تعادل للنادي الأهلي على ملعب خالب بشارة ملعب صعب جدا بسبب إنه فيه طيارات هوايا وفيه حاجات كتيرة ده مش عزر أبدا لأننا بتريك كلام من الأهلي في قزمة طيب أول حاجة لمحاولة إصلاح أي أخطاء في الدنيا أي أخطاء في الدنيا من أي مدير فنية أو أي منظومة لا أعتراف بالخطأ الراجل واضح تماما إنه وصل لحلقة من الإنكار إنه ما عندهش مشاكل وارد هو دي تصريحاته الإعلامية إنه حتى فيه سؤال المباشر ليه بعد مباراة المقاولين قال إحنا ما عندناش المشاكل التي بتتكلم عليها وكانت مشاكل واضحة بتكلم عن مشاكل غياب بركيز مشاكل في الروتيشن مشاكل في أزمة في وسط الملعب هو تكلم عن أزمة في كل المؤتمرات إضاءة الفرص في النادي الأهلي طب والأزمة دي مشكلة يعني مش أزمة كمان عشان ما ضد كلمة أزمة بس تكلم على مشكلة إنه عنده مشكلة في إضاءة الفرص السهلة وبيحاول يعليجها هل هل اعترف مارسي الكولر بوجود أزمة في وسط ملعبه والكل والكل مجمع هناك تراجع في وسط ملعب النادي الأهلي بالكامل كل اللي يعبين سواء على صعيد الفرد أو المجموعة هل اعترف مارسي الكولر بوجود مشاكل في خط دفاع النادي الأهلي قدت إلى أنه الأول مرة من فترة طويلة جدا تحديدا مع مارسي الكولر بيستقبل أهداف في المباريات في سواء مباريات من التمانية الأخيرة هل اعترف مارسي الكولر بأنه يعاني من أزمة بعد خسارة بطلطين والخروج منهم لازم أعترف أنه عندي مشاكل عشان أبتري أحل الإنكار لا يفيد الإنكار لا يفيد قد إلى تطور المنظومة فيما يتعلق بمارسي الكولر ادنا كل الكريدت لمارسي الكولر لما لاقي أنه وسط ملعب النادي الأهلي بالكامل بيتراجع لازم أخذ الكريدت من مارسي الكولر وأقوله دي مسئوليتك أنه لما يشهد انقفاض حالة التجهيز بتعليبها لما بتلعبش سنة لفاتك كنا منقول اللعيب بينزل من عدكة فايق اللعيب بينزل من عدكة مجهز الموضوع كان زاد أنه أنت بتغير بروفايل اللعيب أصلا اللعيب بيجي من عدكة من فترة غياب طويلة ويبتري يديك بشكل مختلف تماما على كام بيعملوا نهايتا عشان ما تقولش أكتر من كده كتعليق عام على المباراة الأهلي السيارة بتسقط سقوط حر مش حد الراضي يحاول يمنعها كلمنا على أداف مباراة السراميكة الناززعلت شوية طب النهار ده في تعادل ولو الموضوع استمر أكتر من كده لأ الأمور هتبقى أسوأ من كده شي مانا أنا بصراحة مختلف في بعض الأجزاء منها أن السيارة تسقط طب حتى أقول تتراجع لأ ليه بتسقط أنا ليه قلت تسقط سقوط حر كلمة سقوط حر معناها أنك كتفوق وبتنزل حلو ليه حر محدش راضي يوقف محدش هيدوس على الفرامل ما لازم أبترى يشوف إيه المشكلة بخلاها العربية بتنزل عشان أطلع تاني فكلمة سقوط حر مش معناها أن أنا بنتحر معناها أنه عندي مشكلة ومحدش راضي يحط رجله على الفرامل يوقف المشكلة طيب دي كلمة سقوط حر حلو